اهلا وسهلا بكم مشاهدين الى اخر محطاتنا في هذا الصباح يقام في 28 من الشهر المقبل ماراثون اليوم الوردي النسائي لمكافحة سرطان الثدي بمناسبة شهر تشرين اول اللي هو طبعا للتوعية حول الكشف المبكر للاصابة بمرض سرطان الثدي نتحدث اكتر عن فكرة هذا الماراثون واهدافه مع سيد محمد خريص من المنظمين لهذا المهرجان اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا في جميع المشاهدين ويستد صباحك وصباح وملأ وصباحك يا رب بداية ماراثون بهذه المناسبة احنا نعرف انه شهر اكتوبر دائما هو شهر خاص للتوعية باهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي خاصة انه منيحكي عن امكانية نجاح يعني تسع من بين عشرة من النساء نتيجة الكشف المبكر الماراثون هذا العام يعني فكرة جديدة نعم وليأول مرة صحيح من اجل ربما هي ضمن طبعا نشطات اليوم الوردي اللي وسميناه هي الماراثون اليوم الوردي هكذا كان تسميته اليوم كما تحدثنا قبل ما تحدثت انه موضوع التوعية موضوع كتير مهم واليوم التوعية بالطريقة الاعتيادية يمكن ما بيكون فيما حتفعله بشكل كبير ولذلك من خلال الماراثون احنا ركزنا اولا على الفكرة الابداعية انه ماراثون الناس هي خص النساء وانه المشاركة من كل العائلة انه مع المرأة يمكن لانه اهمية التوعية بشكل كتير كبير كما تحدثت اؤكدت على الرقم انه 9 من اصل 10 نساء يحزن على فرصة بالفحص المبكر يحزن على الشفاء ويكونوا من الناجيات ومن هذا الزاوي انه اهمية هذا الموضوع الاشياء التالي كما مركزين عليه وسائل التواصل الاجتماعي هناك الكثير من الفعاليات المصاحبة لهذا الماراثون مركزين فيها بشكل كبير على موضوع وسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الاشتراك تغيير صورة البروفايل كل هاي التفاصيل الصغيرة ويمكن هاي تحدي بالنسبة انه الماراثون خصوصا انه يأتي في نهاية مجموعة من الفعاليات على طول الشهر اللي بتبدأ من 11 بتنتهي من 28 عشرة وخصوصا انه فلسطين مشاركة السنة على المستوى الاقليمي في هاي الفعاليات فبتالي التحدي بالنسبة انه فعلا نخرج فعالية تكون مميزة بشكل كتير كبير ونساهم ولو بجزء قليل انه فعلا من خلال هاي الفعالي تصلية تضع عليها على توعية الجمهور سواء اللي بيشاهدنا اليوم من خلال شاشتكم او حتى اللي بيشارك معنا او من خلال التغطية انه على اهمية هذا الموضوع وهمية انه وكسر هذا الحاجز ويمكن الناس بقول مع الوعي الكبير او احنا في 2016 هل فعلا عنها المشاكل؟ نعم بصراحة من القصص اللي منعاصرها ومشوفها نعم لليون في عندنا مشكلة مجتمعية في هذا الموضوع نتمنى الماراثون انه يكسرها ويمكن اختيار موضوع الرياضة لانه يمكن حسب الارقام والاحصائيات 20% من الممارسات للرياضة هو من نسبة صابتهم في السرطان اقل فبالتالي كمان اختيار موضوع الرياضي ما كان عبثيه مش بس مجرد فعالية لا انه ربط الموضوع في الرياضة وانه قديش اهمية هذا الموضوع فهي في المجمل هي ثقافة من نتمنى لها تسود موضوع الرياضة وكمان ثقافة توعية الناس وانه قديش اهمية هذا الموضوع صحيح سيد محمد كمان كون نتحدث تحت الهواء قديش مهم فلسطينيا انه في فلسطين يكون هذا الماراثون لانه كمان ملفت النظر مش بس على المستوى المحلي وانه كمان لانه وجود صحافة اجنبية هي منطقة يصلت على نتيجة طبعا لوجود الاحتلال وغيره وتصدرها في الاخبار لكن هذا جانب مهم جدا كما انه نكون موجودين وحاضرين على المستوى العالمي مئة بالماء يمكن انا هنا بدي اركز على نقطة كثير مهمة انه اليوم يمكن حكينا تحت الهواء فلسطين شيئنا مقابينا هي سموها بالهوت سبوت يعني من المناطق الساخن والليها تغطية اعلامية بشكل كثير كبير ويمكن اليوم من خلال فضائي وكثير من زملائي الاعلاميين لألك انه بنقاش معهم انه اي نشاط بخص فلسطين بالدات بيكون فيه توجيه من مكاتب التحرير العالمي انه ايش فيه نشاطات بتخص هذا الموضوع شهر اكتوبر هو شهر عالمي يمكن انا كثير فيه نقاشات في ناتة تحضير انه كان الناس يحكوا له والله اشوفنا نشاطات في ايطاليا في اميركا في اوروبا فبالتالي هو شهر كامل فيه كثير فعاليات احنا عنا شركاء من امستردام مؤسسة في الماراثون وفيه كثير كان فيه حكي مع الملانة الباكستانية حتى تسجل ايش للماراثون احنا كان التحدي بالنسبة لنا انه فعلا ننكل انه فلسطين لديها القدرة على تنظيم مش بس هذا النشاط اي نشاط كبير احنا مش اقل من اي دولة قادر تنظم هاي الانشطة وانها تشارك بشكل عالمي في كل النشاطات وانها تميز زي ما عندنا قصص نجاح كانت كبيرة مثلا معالمة حنال الحروب انها قدرت تنافس وتنجح نشارك في الأولمبياد نشارك في الرياضة كثير من الانشطة كمان اليوم احنا كمان في الانشطة المميزة والابداعية ونتوقع انه يكون اننا حصة اعلامية في العالم وتكون الختاب فعلا بما تستحقه فلسطين وانه يعني اعكس فعلا صورة وردية عن فلسطين ها قادر انها تنظم هيك انشطة بطريقة كثير كويسة ومرتبة وهذا لن يتحقق بصراحة الا بالشراكة الشراكة العرضت عليك تحت الهواء اللي هي منكم من كل الاعلاميين ومن كل اللي بيشاهدونا ومن كل بيسمعونا حتى تحت الهواء من اللي موجودين اليوم بالفلسطينية بتواجدهم الشراكة من المؤسسات واللي احنا توجهناه سواء المحافظة او البلدية او الغرف التجارية او حتى لجنة الولمبية او كل المؤسسات اللي بيشوفونا اليوم هذا الموضوع ما بخص شخص اليوم بس انطرح على الطاولة وكذا هو اصبح ملك الجميع وصدقين اذا منيحك بروح الشراكة بنقدر ننجحه ونشوف مئات بالألاف من المشاركين وهذه سيكون الصورة فعلا ميزة عن فلسطين قدرتها تنظيم بالفعل اعتقد ان الاعلام هو واجبه ودوره سواء المهني والوطني ايضا والانساني الى جانب كل النساء التي يصابنا بهذا المرض انه بالفعل يكون فيه تغطية ونحن بالفعل في برنامجنا الصباح دائما يكون فينا تغطية على اكتر من منحة في هذا الموضوع تحديدا لكن فيما يتعلق بالمالاثون الذي سيقام فيه 28 من اكتوبر في رمالله الفئة المستهدفة اللي بدكم اياها تيجي مين بصراحة يمكن الناس الناس بتسمع اول شي هو رح يكون المشاركة التذاكر رح تكون برسوم رمزية تذهب ريحة كامل لصالح مركز دونيا والمركز تخصصي لمكافحة أورام النساء ريع التذاكر كاملا عادة في المراتون تم تخصيص نسب لكن احنا هون في فلسطين كمان همميزين فيها الريع كامل رح يروح لصالح الانشيطة اللي كان هذا المركز دور كبير في الكشف عن حالات كثير من حالات الكشف المبكر للسرطان الفئة المستهدفة هي ليس فقط نساء يمكن انا حكيت لك البهمة اكتر العائلة وعشان هيك رح تكون فيه جائزة مخصصة للعائلة العائلة اللي بتيجي وبتمشي مع بعضها وتركض مع بعض وتوصل مع بعض لانه احنا منعرف انه المصابة في السرطان هي اما ام او اخت او زوجة فبالتالي هذا المرض هو بأسر على كل العائلة وعا كل تركيبتها واحنا عشان هيك مركزين كتير على مفهوم العائلة واحنا رح يكون فيه لهم زاوية خاصة فبالتالي هي الدعوة مفتوحة للكل المشاركين وهي فرصة حتى نتعرف على العوائل بعض يعني تعرف على عائلته وعلى عائلتك وعلى عوائل كثير من الاصدقاء وهنا انا برجع بأكد لما نيجي نحكي توعوي معناته نحكي اعلام فبالتالي احنا بس علينا دور انه انا عندي الفكرة وانا ممكن ارتب اللوجيستيك ولكن الاعلام او الاعلاميين والاخو الاعلاميين هون المسئولية الكبيرة عندكم هنا انتم القادة الموضوع يمكننا كثير بالنقاشات مع الاعلاميين انا بحكي لهم انا بحكي الفكرة لكن الخطة كيف الترتيب شو لازم نحكي هنا دوركم هنا انتم قدرتكم على الادعو هاي الزاوية اللي فعلا الاعلامي هنا مش رح يكون فقط هو ناقل الخبر او انه بغطي وهذا دور انا اشهد انه كثير للكم فيه هنا هو المخطط والمحرك وعشان هيك احنا لسه نحكي على ربع يوم اليوم كانت المقابل شوف وهذا اكبر دليل انه احنا بنحكي عن شراكة سواء مع الفلسطينية او مع كل الاعلاميين انه شراكة حقيقية انه هاتوا نعدل هاتوا نبدع بالمرسطين او اليوم الورد كثير فيه اشياء ممكن نساويها او اليوم انا داما بحكيها بالاخير اكبر نشاط في الدنيا لو بشارك فيه مئة ألف بالاخير يختزل بصورة هاي الصورة بتنسنا صناعة هون دور كل حدام نعرف شعار صورة مين اللي ممكن تتطلع وعشان ايك كمان احنا مهتمين انه نبلغ الناس ونعرف الناس انه حتى قبل كل هذا الوقت انه لسه في تمانية وعشرين عشرة المقبل بس عشان يحفظوا هذا التاريخ بس كمان انت خبرتني عن فعاليات في هذا الماراثون نعم وكمان خلينا نقول الناس انه من وين رح تنطلق هو رح ينطلق رح ينطلق مطق المحكم العثماني اللي هي رامالله تحتها اللي بسموها متعرفة المنطقة الجانب منك العربي رح يكون اتجاه باتجاه الطيرة حد سريت رامالله بعدين نزولها على اليمين في اللي هم سموها شارع الكرمل باتجاه المجمع الترويحي اللي رامالله المسافة مش كثيرة كبيرة منحكي احنا على حوالي 4-5 كيلو يعني حتى لو مشين حد الأقصى إلها ساعة ساعة ونص يعني كثير بيحكوا انه مننطلق معك بعدين منوقف لا حتى لو مشي بإمكانه يعني المسافة مش كثير بعيدة والشارع كثير رائع ورح يكون طبعا كثير من الوسائل المساعدة وكثير من الأشياء اللي مجاهزينها في مكان الوسائل راح يكون في عنا كثير من الفعاليات راح يكون في مشارك معنا مسرح البسطة اللي هو على فكرة مع مركز دونيا عندهم نشاطات توعوية في كل الجامعات على مدى الشهر كامل راح يكون في عنا فرق فني وتوزيع الجوائز راح تكون احتفالي وفعلا يوم وردي صباحي لانه الفعاليات راح تبدأ من تسعة صباحا راح يكون 28 عشرة كمان هو يوم جمعة فبالتالي الوقت والتاريخ مناسب للعيلة ومنطقة المركز او المجمع الترويحي هي منطقة حتى جغرافيا مناسبة انه العيلة تقضى فيها فترة جميلة وكويسة وهي بتكون ان شاء الله اختتام لشهر في مجموعة من الفعاليات الكبيرة وبوجود الكثير من الناس اللي بتمنى تكون انت اولهم واللي بسمعونا اليوم وزبالي العلمين انه ان شاء الله منكون على قدر هذا الحدث ونحتفل فعلا اليوم نوصل رسالة رحكون معنا عدد من الناجيات من هذا المرض فيه مثال كثير مهم انه قدرش هذا الموضوع شخصيات اعتبارية كثير فبالتالي ان شاء الله رحكون فعلا زي مسمى يوم وردي وانه نكسر الحادث مع هذا المرض لانه نستعرف بس مجرد ذكره بتخاف منه مجرد حتى اسمه ما بتحكيها يمكن انا بدي اختم في قصة ممكن اسمعتها من يومين بحب احكي اشياء اشياء جديدة مركز دنيا عنده فعالية اللي هي لقص الشعر انه بحكم على الصالونات عشان تبرع فانت بصير تفكر انه اه بقدروا يجيبوا يمكن انا سمعتها يعني انا كنت مصدق انه في احد الصالونات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة